العروب كذبة أكل عليها الدهر وشرب كذبة لا تتوانى الأنظمة العربية عن إسقاطها ودثرها الأردن يعيد تسير الرحلات الجوية إلى مناطق استيلاء نظام أسد عقب اجتماعات بين مسؤولين في الحكومة الأردنية ووزراء من حكومة أسد في العاصمة الأردنية عمان وسط تأكيدات على أن الخطوط الملكية الأردنية ستعاود تسير رحلات نقل الركاب بين الأردن وسوريا اعتبارا من الثالث من شهر تشرين الأول المقبل فضلا عن اتفاق بإعادة تفعيل اتفاقية المياه مع سوريا سيعود هذا الأمر واقعا كما كان واقعا قبل فترة ولكن الظروف أدت إلى انقطاعه ولا يبدو أن المملكة الأردنية استفادت من الدروس السابقة ولن تتعلم أبدا من تجاربها مع نظام أسد وميليشياته التي أغرقت حدودها بالحبوب المخدرة والحشيش فها هو معبر جابر الحدودي أو ما يعرف في سوريا بمعبر نصيب يعاد افتتاحه مجددا أمام حركة الشحن والمسافرين مع التأكيد على أن دخول الأردنيين إلى سوريا لا يحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة لأن التقييم الأمنية يظهر بأن الوضع مستقر في الجانب السوري بحسب وزير الداخلية الأردنية تخبط أمريكي في الموقف حيال قرار الأردن يعكس بشكل كبير ضعف السياسة الأمريكية تجاه نظام أسد وافتقارها إلى الحزم والجدية في تطبيق العقوبات عليه بحسب ما يراه مراقبون حيث رحبت الخارجية الأمريكية بإعلان الأردن استئناف الرحلات التجارية قائلة على لسان المتحدثة باسمها جالين بورتر إن بلادها ترحب بذلك طالما أن الأمر يتعلق بالتجارة ترحيب سحابته الخارجية الأمريكية معلنة أنها تراجع قرار استئناف الرحلات التجارية بين الأردن ونظام أسد المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جويل رايبون هاجم قرار عمان معتبرا أن من شأنه إغراق الأراضي الأردنية بالمخدرات فيما اعتبر مدير قسم مكافحة الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط أن النهج الحالي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في سوريا لا يعيد بالاستقرار ولا الاستدامة الحياة تعود من جديد إلى معبر جابر نصيب الذي يعتبر شهيان حياة الآن وبعد فتح الحدود ليس مستغربا أن تتصدر تجارة نظام أسد وحزب الله المخدرة عنوين نشرات الأخبار والصحف الأردنية والعالمية